السلام عليكم خوة إخياتي إن شاء الله تكونوا مناحبة بصحة جيدة اليوم جبت لكم دفتر وصفاتي أو بلانر الطبخ للوصفات الرمضانية آآ غدير حالة غدير بالبالة طريقة تعود سهلة وبسيطة كنت حطيت فيديو سابق على هذا الموضوع ولكن هذا القديم حبي نجده فيه آآ أول حاجة الصور دائما نزلو من بانترست ديرو ثيمة الطبخ يخرج لكم خيرات الله يعني يخرج لكم تعكبار وتع صغر هنا كنت نزل لهم بدأت نحولهم في الخلفية التعنا في التطبيق اللي يحذف الخلفية اكتبوا في الجوجل بلاي تطبيق حذف الخلفية يخرج لكم اختيارات على تطبيقات كان احسن من التطبيق اللي راني حطاتوا عندي هنا ثيمات دائما نحلهم الخلفية ونحطها عندي نصيحة اللي تقول لك بحثيلي في الفيسبوك ولا ننزل من فيسبوك صراحة ان هذو كثيمات يكونوا مضببين يعني ما يكونوا شو واضحين جيدا سيبوك سنحب ننزلهم انا دايما من باندراست اهنا بعد من نحول الخلفية نحو تطبيق المصمم العربي نختاروا برقع اكات ونخيروا اللون اللي نحبوها تحبوا تخيلوا الصفحة تحكم بيضاء تحبوا تخيروا لها اللون انا نبدأ لكم الصفحة الاولى نحطوها الوجهة على الدفتر التعنا من بعد نكمل لكم مرحلة كما نقول انا هذة كل اللي نكتبو عليه ولا كما نقول انا هذة كل الاوراق اللي نكتبو عليهم دخلانيين تاع الدفتر انا انا خيرت هذا اللون يعني وردي فاتح جدا انا بدأ نحط في الزيماء تتاوعنا عندي هذا الزيماء حابا نديرها بالفوق انا بعد ما زيتها مليح ديرو تسكرار يعني ونحط نصف تاحا مع الجنب يعني هنا باش تسبلنا كاملة مكتملة وما را همدوج من لقمين نجيبو الثيمات الثانية صورة اخرى ونقلو نحيين لها كامل الخلفية يعني شوفو صراحة انا تطبيق عفوا لنا تصور كامل من حيط لهم الخلفية ما حبيتش نحي قدامكم لانه راح الفيديو يكون طويل بزاف انا نضيف الصورة هذي تعترت ندير لها شفافية انا ندخلنا شفافية الصورة تحبو تنقص فيها تحبو تخلوها الصورة واضحة انا حبيت ننقص لها نقلبها شفافة انا ندركوا لها اشكال يخرنا هذو الاشكال هذو اشكال صراحة ان يفيدونا بزافة لبنت او خابتي وخياتي يفيدونا بزا بزافة انا نخيلو اللون بتاع الشكل السعنة هذا تغروا فيه وتكبرو الحجم اللي بغيتو انا هناك مجرد نورلكم واش انا هندير انا شخصيا اما انتم ما تحبو تديرو اي اي تصميم ولكم حد الاختيار دائما نحب نورلكم انا ماذج اللي نديرو انا هنا ليرة اي تقرير لا تقريبها طويلة يعني نصغرها وفي نفسي وقت نطوولها شوية دائما تعدلوا بداخل طيام تعديلو برحت البال بداخل نديرو ودعودوا 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 وطوولوا وفي تعديل انا هنا ايه اعدلتها بالخفف اه كذلك ونغيرها اللون ونغيرها اللون امامكم. ما حبيتش ندير كل حاجة غوز غوز غوز. انه سندير نوعين من الصور. هنا كذلك نعم نديروا اشكال. نختار هذا الشكل. كذلك نديروا بالطول. نغيره اللون ديروا وردي. نديروا اشكال. ونخلو الصورتان كما رغم واضح انا لكم. اهنا نبدأ بضيف الصور. عندي صورة هذه البند. كذلك نضيف صورة على الشيف. هذا الصور كامل قلت لكم تلقاونا نقاوهم في البنترست. ولا في المجموعات على الفيسبوك ولكن ما يكونوش واضحين ملاح. هنا نكتبو الأسم. نختارو النوع تعال الخطة تعنا. انا اختاريت الخطة 57. المصلم العربي. كان قدامي ما نشتوش. نحاول نحاول سعليه. كذلك نخيره اللون تساعه. ندركه على هذي كلبي باش الخط كما نقولو يقعد واضح. كذلك هنضيف صورة هذي تربوش شيف. كما را مضح امانكم. دائما تادي اللي يكون عندها تركيز دائما كي يجوا تعدلوا ديره تركيز. هنا نضيفه كذلك ملساقات ندركه على القلب. اي قلب عنا. ندركه على هذا القلب ونقدر اللونه. ندركه تلوين يتلوننا القلب بتاعنا. يعني مشيط لازم تحوسوا عليه في البنترست ولا في اي تطبيق ولا في الايموجيات. هنا كين حاجة مليحة تعجمني في قلوب. لنقدر اللونها ويتغير اللونها بسهولة. حتى الاشكالة يعني كل شكل. حتى الاشكال. هنا كذلك هذيك القبعة تتلاشفة فيها حاجة غليلة. هنا عندي هذي ذراب كذلك ترتو هنا يا. الصورة هذي حبيت نكبرها. نحن نديره لاحظ. هناك نحفظ الصورة تانا. أنا هنا يا حبيت ندير الصورة الثانية. باش ندير اللوها الجهة الأممية وجهة الخلفية. ندرت هذي الصورة. بس كاي اللي تقول لك أنا نخليها الجهة الخلفية. ما نديرهش فابي فوتو. ولكن أنا ندير فزوج عالجهة فابي فوتو. كذلك ندير لاحظ. هناك نديره تسجيل الخروج نخرج من تطبيق تانا كامل ونعوده نديره الدخول المصممم العربي. هنا نديره تسجيل الخروج كامل ونعوده نرجعه المصممم العربي تانا. نديره كتابة على اللون نختاره آكات ثلاثة على أربعة اللون أبيض. هنا نروح لإضافة أشكال. نختاره أي شكل حبينا أنا نختار هذا الشكل. كذلك نروح نديره اللون وردي. غامق. نبعد نكبر فيه ونصغر فيه كما نقول الحجم اللي بغيت أغناية. هنا قاعد نكرر فيها آه عفون قاعد نتكبر فيها ونصغر فيها. هنا نديره كتابة نكتبوه الوصفة. هنا نختار الرقم بالنحية العربية الرقم أربعة. نديره كتابة ونديره الخطوط. شوفوا الخطوط هذو نديرهم عادي كما نكتبوه. هنا نحب نغير الخط لأنه الخطوط بش يبانون ملاح. ندرس رقم عشرة. هنا نكبر ونصغر في الحجم التاحم. أنا الخطوط تحب اللي تحب تدير. تدير اللي تحب ما تدير. أنا نديرها في الوصف كامل ولكن في المقادير وهادوك ما ندير. هنا ندرت كذلك شفافية. شفافية على الخطوط التاعي. كذلك هنا كتبت الحرارة. نرجع للخط الرقم أربعة. لأنه رقم أربعة يكون واضح في العربية الثانية. حبيته باش يكون واضح. هنا قعد نصغر في الخط باش ندير نفس الخط الحجم. خط الرقم 18 في الوصفة والحرارة كذلك ندير 18. كذلك هذه كل خطوط نعود نرجع للرقم عشرة. باش الخطوط تكون مستقيمين وواضحين. كذلك ندير شفافية. شاء الله ستكون طريقة تايم فهوما بس كوني نفهم فيكم لو ماكسيمو على فهمتي. أحيانا تقول لي واحدة اللغة تاعي ما نفهمهاش. والله هي اللي بنترى إنها درب اللغة تاعي عادية. بنحاول تفهموني كامل. هنا نكتب المدة كذلك. نعود ونرجع للرقم أربعة. هناك الدرية غلطة. باش نكتب هذي التكرار تع الخطوط لا لا. كعدس نعاود ندير في الخطوط مرة ومرتين ومرة وثلاثة. هناك تكاكيد در تكرار. أحيانا لو لا لا نبغي نتعب روحي بلا ما نحس. هنا نعدل فيها. هنا ندرت إضافة صورة. لدي هذه الصورة تاع الخلاط واللوازم. اضافتها. هناك كذلك. ندير إضافة شكل. نختار هذا الشكل تاعنا الوردي هذا. كذلك اللونه. أنا والله هذه الأشكال عجبوني بزاف. كذلك. طريقة موفرة. سهلة. نحوص على الستيكر. نضيف الصورة. من جهة العلوية. ورجعت للشكل التاعي. وقعت نعدل فيه. فريتك. نحن نفعل الطريقة. لا تكلف معنا حتى نص ساعة. لا تلحق نص ساعة. و تكونوا فريتوها. كنت اخذت تقوم بلانرتاكم. حجم ليها. حيث نسقن فيهم. نعدل فيهم. هنا نكتب المقادير نرى الخطوط المستقيمة نضيف الصور والأشكال والثيمات نضيف الصور 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 والثيمات اشتركوا في القناة نضيف الصور والثيمات نضيف الصور والثيمات